اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الدرجة الثانية تعني انه منخفض جوي اعتيادي بشكل عام حطرت زخات من الأمطار خلال الايام القادمة هذا المنخفض الجوي كان مسبوغ قبل يومين بجبعه وائية باردة عبر تجوال المملكة عملت على وطول زخات رعدي من الأمطار في حين استقر التقس نوعا ما خلال يوم الثلاثاء قبل ان يبدأ التأثير الفعلي للمنخفض الجوي خلال يومي الأربعة والخميس حيث حطرت زخات من الأمطار في اغلب مناطق المملكة المحاول الرئيسية التي سنستعرضها في هذه النشرة ستكون حول التراجع في تأثير هذا المنخفض الجوي اعتبارا من يوم الجمعة لكن تبقى الفرصة مهيئة لينطول زخات من الأمطار متفرقة الطابع يومي الخميس والجمعة وايضا الطقس البارد مستمر خلال الأيام القادمة استعرض أن أياكم كميات الأمطار المسجلة خلال آخر 24 ساعة الماضية حيث كانت الكميات الأكبر في المنطقة الشمالية والجنوبية بينما سجلت المنطقة الوسطى أقل الكميات البقورة سجلت 23 مليمتر أعلى كمية سجلتها إربط 25 مليمتر أما بالنسبة للمنطقة الجنوبية الشوبك سجلت 11-12 مليمتر تقريبا وديموسى 10 مليمتر أما بالنسبة للمنطقة الوسطى كانت كميات الأمطار تتراوح بين الثلاث والخمس مليمتر غرب عمان سجلت ثلاثة ونص شرق عمان سجل مليمتر واحد زرقاء حوالي 2 مليمتر وصلت حوالي 5 مليمتر هذا بالآن وإياكم الاستعراض خرائط توزيع الأمطار المتوقعة من يوم الخميس وحتى يوم السبت حيث يتستمر المملكة تحت تأثير هذا المنخفض الجوي خلال يومي الخميس والجمعة لكن اعتبارا من يوم الجمعة تتراجع شدة هذا المنخفض الجوي يبدأ ينحسر ويبتعد عن المملكة وتتراجع فرص هطول زخات الأمطار في عموم المناطق خلال يوم الجمعة لكن تبقى الفرصة مهيئة كما ذكرنا بهطول بعض زخات الأمطار محلية الطابع خلال يوم الجمعة على أن يستقر التقس تماما اعتبارا من ليل الجمعة للسبت ويوم السبت حيث ترتفع قليلا درجات الحرارة نبقى نتحدث عن درجات الحرارة ونستعرض الآن وإياكم هذه الخرائط لتوزيع درجات الحرارة السطحية من يوم الخميس وحتى يوم السبت حيث تبقى المملكة تحت تأثير الكتلة الهوائية الباردة المرافقة لهذا المنخفض الجوي درجات الحرارة تبقى أقل من معدلاته المثل هذا الوقت من العام خلال عطلة نهاية الأسبوع ترتفع قليلا درجات الحرارة يوم الجمعة تواصل ارتفاع حيام السبت يوم الجمعة تبقى أقل من معدلاته المثل هذا الوقت من العام طقس بارد نسبيا خلال ساعات النهار وبارد خلال ساعات الليل يوم السبت أيضا ترتفع قليلا درجات الحرارة تصبح حول معدلاته المثل هذا الوقت من العام يبقى الطقس بارد نسبيا خلال ساعات النهار وبارد خلال ساعات الليل خلال ساعات الليل أيضا بالتزامن مع هذه الأجواء الباردة ترتفع نسب رطوبة السطحية ويتشكل الطباب فوق عموم المنطقة الشرقية ومنطقة البادية والسهول أيضا وبالتالي تنخفض الرؤية الأفقية نعود الآن للعاصمة عمان وتوقعات الجوية لهذه الليلة حيث تبقى الفرصة ما هي الهطول بعد زخات الأمطار المتفرقة ثمان درجات مئوية فقط كحرارة دنيا الملموسة ثمانية الرطوبة مرتفعة حوالي 97% والرياح تكون غربية معتدلات أسرى نبقى في العاصمة عمان وتوقعات الجوية للثلاث أيام القادمة يوم الجمعة يبدأ تتراجع شدة الأمطار لك تبقى الفرصة ما هي الهطول بعد زخات الأمطار الخفيفة والمتفرقة على العاصمة عمان 14 درجة مئوية ليلا ترتفع نسب الرطوبة ويتشكل الضباب 8 درجات مئوية فقط يوم السبت يستقر الطب تتفرق بعض الغيوم المنخفضة 14 درجة مئوية كحرارة عظمى أما الصغرة 8 درجات يوم الأحد 15 درجة مئوية والصغرة 8 درجات مئوية مع دقص مستقر إلى هنا تنتهي نشرتنا للقاء